انت كابتشاهدة بتشوف اللقطات دي بتفتكر ايه يعني انت بتفرج حد دلوقتي اللقطات اللي بتدور في دماغك اللي بيدور في دماغي لحظات في التاريخ لا تنسى زي ما انت بتقول يعني مثلا تخيل انت الجيل اللي بتتكلم عليه ان كنت قابليه بست سنين في النادي الاهل بس كانت فيه احلال وتجديد يعني انا مش هنلعيبة اللي حضرت كابتن صالح سليم كرئيس للنادي وحضرت مجموعة المحترمة اللي واحد تعلم منهم برضو حب النادي الاهل اذا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن بتصلح الدين هادي خشبها شام حنفي علي مهر حضرت شوية بس كان في التوقيت ده بقى حلال وتجديد رحنا للجيل ده تكون في عدد سنين هو مجاشت اللعيبة على طول تلات لعيبة في اتنين لعيبة في تلات لعيبة ثم تيم بيتسيد افريقيا تموح اخلاص رجولة احساس بالمسئولية احساس بقيمة جماهير النادي الاهلي واتشيرت النادي الاهلي اللي لازم تضحي علشانه علشان حتى في التفكير اللعيبة والادارة وحتى الجهاز الفني بنقلك صورة حقيقية كان اللي انت ازا تسعد الملايين من الاهلوية ده كان اكبر حافز للجيل ده اللي انت كل حاجة بتروح تشتغل فيها دوري سوبر افريقيا سوبر افريقيا حتى كس العالم لما حصل اخفاق رجعنا تاني بنفس اللعيبة وجبنا اول برونزية في تاريخ النادي الاهلي فجيل ليه كل الاحترام والتقدير كل مجالس الادارات والعابت النادي الاهلي على مدار التاريخ وانا دايما بقول اه جيل حقق جيل عظيم جيل محترم